انقذت سبع دورات بالتمام والكمال من البطولة الوطنية الاحترافية القسم الأول انتهت هذه الدورة وأسفرت عن ترتيب غيرت معالمه نهضة بركان أصبح متصدرا أربعة عشر نقطة في جعبته يليه المغرب الفاسي بثلاثة عشر نقطة أما الجيش الملكي فاحتل المركز التالت باثنى عشر نقطة هي ذاتها التي يملكها نادي اتحاد طنجة في المركز الرابع أما الفتح الرياضي الرباطي فيحتل المركز الخامس برصيد أحد عشر نقطة تلك هي النقاط التي للوداد في المركز السادس أما المركز السابع فمن نصيب اتحاد طوارق الرياضي بعشر نقاط وتلك النقاط يتقاسمها مع حسنية أقادير الرجاء الرياضي البيضاوي نهدة الزمامر الدفاع الحسن الجديد حيث أن الحسنية في المركز الثامن أما الرجاء ففي التاسع والزمامر في المركز العاشر ثم المركز الحادي عشر للدفاع الحسن الجديد تسع نقاط لفريقين الأول في المركز الثاني عشر شباب السوال من الرياضي والثاني في المركز الثالث عشر النادي المكناسي أما أولمبيك أسفي ففي المركز الرابع عشر بسابع نقاط المغرب التطواني يأتي في المركز ما قبل الأخير بثلاث نقاط أما المركز الأخير فللجريح شباب المحمدية الرصيد نقطة وحيدة يتيمة أتى بها من تعادل يتيم إلى هنا انتهى هذا اللقاء الرياضي معكم نلتقي بإذن الله في القريب العاجل